بعد أن صنعوا اتحاد العاصمة وأبناء سوستارة بعد أن صنعوا تاريخا جديدا لين نادي بظفرهم بأول نجمة إفريقية وتحقيقهم لأول كأس إفريقية أيضا في تاريخ اليسمة أشرف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون على حفل استقبال على شرف نادي اتحاد العاصمة بمناسبة تتويجه بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم رئيس الجمهورية حيا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وحتى مدرب اتحاد العاصمة وكل الفريق الفنية الذي أسهم في إنجاح هذا العرس الجزائري وهذا النجاح التاريخي أيضا اللافت للنظر هو أن حظي والد لعب اتحاد العاصمة الراحل بلال بن حمودة حظي بتكريم خاص من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي قام بمعانقته وعناقه مطولا في حفل الافتتاح أعتذر إذن مشاهدين كما تتابعون في هذه الصورة هي لتكريم رئيس الجمهورية لنادي اتحاد العاصمة كما تم أيضا منح علي بن حمودة وهو والد الفقيد فقيد الكورة الجزائرية واتحاد العاصمة بيالخاص خاصة الشرف رفع مجسم كأس الكاف في صورة جماعية التي التقطتها أسرة الاتحاد العاصمة رفقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إذن رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا كثيرا مع هذا التتويج وحتى مع تكريم رئيس الجمهورية لنادي اتحاد العاصمة وفريق اتحاد العاصمة جمعنا لكم بعض التعليقات حنينها كتب على الفيسبوك مبروك للاتحاد اتحاد العاصمة الفوز باللقب القرية الأول والعقوبة للكحلوشا تعكاس السوبر الإفريقية الجاية إن شاء الله هكذا علق حنينة نور الدين أيضا كتب على حسابه مبروك على الاتحاد العاصمة ومبروك على الجزائر هذا تشريف وتكريم وتشجيع لرياضة رئيس الجمهورية يشجع ويكرم الرياضة والثقافة وتحيا الجزائر تعليق آخر أيضا لمختار الذي كتب وعلق أيضا تحية للأبطال لأبطال اتحاد الجزائر وتحيا الجزائر مشاهدين أنتم أيضا يمكنكم التفاعل معنا عبر صفحة الشروق الإخباري